تحية طيب مشاهدين وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هاشتاغ سبورت نحن معكم في حلقة أسبوعية كل ثلاثاء الثامنة بتوقيت السعودية نتواصل معكم عبر حسابنا على تويتر هاشتاغ سبورت ناو نبدأ الحلقة مع أبرز العناوين هل يتحقق الحلم الإنجليزي في دور الأبطال وما دور برشلونة في ذلك بهدف إسقاط باريسان جيرمان هل ينهي سي آي اي أسطورة البي بي سي وبعد مستوى استثنائي ما فرص محمد صلاح بخطف جائزة الأفضل في البريمير ليك ابقوا معنا أهلا بكم مع انطلاق مرحلة الإياب من دور ثمنة نهائية من بطولة دور أبطال أوروبا والذي تأهل له خمسة أندية إنجليزية وهي مانشستر سيتي ومانشستر يونيتد ليفربول توتنهام وتشلسي يتبادر إلى الأذهان حلم الإنجليز بالعودة إلى منصات التتويش في دور أبطال أوروبا حيث كانت آخر بطولة يحصل عليها فريق إنجليزي في موسم 2012-2011 حين فاز تشلسي على بايرم يونيخ الألماني ولعل العقبة الأكبر في مشوار الفرق الإنجليزية هي برشلونة حيث سيواجه تشلسي في الإياب على أرضه في مواجهة انتحارية للفريق اللندنية يشاركني في هذه الحلقة الحوار الإعلامية الرياضية محمد عواد أهلا بك معنا محمد في حلقة هاشتاك سفورت لهذا الأسبوع دوري أبطال أوروبا يعود الآن المرحلة تبدأ من جديد مباريات قوية جدا نبدأ من البلوز وبرشلونة طبعا مباراة كانت قوية جدا في الذهاب استطاع تشلسي أن يفرض كلمته في اللقاء صحيح أنه تعادل في آخرها ولكن تمكن من منع برشلونة من الفوز ما الذي سيحصل في مباراة الإياب برأيك؟ في الحقيقة عندما ترى وضع تشلسي في الدوري إلى الوضع مقلق الوضع الفريق الآن أصبح قابقه وسينا أو أدنى من المركز الخامس هذا معناه أنه ننتهي لدور الأبطال واضح أن التفكك بين كونتي والإدارة الآن انتقلت العدوى له بين كونتي واللاعبين بغض النظر عن كلام اللاعبين المعتاد اللاعبين تشلسي بالذات المعتادين دائما لا نحن كنا مع المدرب وعندما تنظر الملعب شيء آخر تماما الموضوع المتكرر وبالتالي لا أعرف أن ربما هو برشلونة فقط المحفز لللاعبين أن يقدم مباراة العمر مباراة قوية جدا نعم إخراج ميسي إخراج برشلونة كاسم هو شيء بسي في كل هؤلاء اللاعبين من لعبين تشلسي سواء هازارد أو غيره خلينا ننتبه معظم هذا الفريق أو ربما كله حتى الآن لم يفز دور الأبطال 2012 ليسوا هم الرجال الذين جلبوا دور الأبطال 2012 وبالتالي أعتقد هذا الحافز الوحيد لأنهم بالدور في 2018 كلما اللاعب مع تشلسي هزمه إلا برشلونة وهذا الشيء غريب جدا بعيشه كونتي الشيء الوحيد الذي أحكيه أن تشلسي يجعله ممكن يفاجئ برشلونة هو فقط حافز ودافع أنك تطلع فريق بحاجب برشلونة أما اللاعبين فتماما نفصلوا عن المدرب الآن هو سيلعب بنفس الأسلوب لا يوجد غيره هو الدفاع والهجمات المرتدة بالتأكيد أمام برشلونة المشكلة الآن أن كونتي لا أعرف أين دخل عقله يعني دخل عقله بشيء أسوأ يعني سمعنا عنه بطول السوق الشتوية وهو يدور على مهاجم ثاني ورأس حرب آخر وبالنهاية نكتشف أن خططه أنه لا يريد أن يلعب برأس حربي أصلا فلماذا كل السوق كانت قائمة على شراء رأس حربي فجلبوا له جيرو وأنا أعتقد هذا التصرف الذي يعمل كونتي هو تصرف عاطفي أنه لا يريد جيرو كان يريد مهاجم آخر وبالتالي لم تجربوا لي جيرو إذن لا جيرو ولا مراتة وسنلعب بهازارد مهاجم وهمي وأنت عندما تضع هازارد مهاجم وهمي وتقيده في الثلثة الأخيرة تخسر قوة هازارد على الطرف تخسر هازارد الجناحي الخطير وبالتالي ما يحدث الآن أنا أعتبره مناكفات على أرض الملعب صراحة المناكفات بين إدارة تشيلسي وكونتي نعم سيدافع لكن تدافع بالكامب نو أصعب بكثير مما تدافع بستانفورد بريج لأنه أصلا أبعاد الملعب مختلفة أبعاد ستانفورد بريج أصغر وبرشلوني يفضل أن يلعب بالعرض ثم يفاجئك في العمق وبالتالي أبقى العرض يختلف الجمهور ضدك وليس معك وبالتالي سيوترك ويقلق لك مشاكل وأيضا ميسي تعال يعني مشكلتك عندما تلعب مع برشلوني لديك فرصة واحدة أن تفاجئهم فرصتين صعب فريق برشلوني فريق ذكي جدا عبر تاريخه عبر تاريخه دائما ذكي يعني من أيام كرويلف لليوم ممكن أن تفاجئهم مرة وتخرجهم مرة وبالتالي من أول ضربة تأتيك جاءتك بالذهاب لم تغتنمها عدت بتعادل من الصعب جدا أن تتأهل إلا إذا وفقت بيوم سيء جدا لبرشلوني القطبة الإنجليزي الآخر مانشستر سيتي في البطولة يبدو من المرشحين الأقوياء لنيل اللقب هل يمكن حساب نتيجة المباراة بالفوز الكبير الذي حققه في حال تأهل إلى مراحل متقدمة خلينا نحكي بمعشستر سيتي من أفضل الفرق بالموجودة بينجلترا وهي في أوروبا أفضل الفرق بالعب كرة هجومية أفضل الفريق بقدار يمسك كرة فريق جواردولا يبدو الأصعب على الجميع الآن الإنجليز بشكل عام وضعهم جيد في أوروبا جميع وضعهم جيد في أوروبا يستثناء تشلس جميعهم تتنهم على بتعادل إيجابي من يوبينتوس أيضا لفربول حسم الأمور سيتي حسم الأمور يونيو تتعادل خارج ملعبهم من إسفبيليا كلهم أمورهم تمام إلا تشلسي وأعتقد جميع الفرق الإنجليزية هذا الموسم بأوروبا خطرين وقدرين يفوزوا باللقب طبعا مع ترتيب أفضليات من فريق إلى آخر نعم منشستر يونيتد يقدم نسبيا هذا جيد ولكن متأرجح مورينيو لن يبهرك حتى عندما أحرز الثلاثية مع الإنتر فعليا أتذكر مباراته مع سيسكا موسكو مع دينامو كييف لن يبهرك يعني عانى مع سيسكا موسكو لعب بالدفاع بروسيا وتأهل عليهم بهدف مقابل لشي أبهرك من براءة واحدة أبهرك أمام بورشلون ذهابا ثلاثة واحد إيابا لعب بنفس الأسلوب عشر لاعبين دفاع طبعا بحجة أن هناك لعب مطرود وهو كان نفس الأسلوب سواء في لعب مطرود أو لا وبالنهائي هزبا رمينيخ أيضا بنفس الأسلوب بالدفاع لا يبهرك لكن يحرز لقب دوري أبطال أوروبا هو حجته الدائمة التاريخ لن يسجل اللعب سيسجل الفائد خير أنك كون صريحين الآن نحن تذكرنا أن تشيلسي آخر بطل لإنجليز في دورة أبطال أوروبا فوز تشيلسي بلور أبطال كان قاهم على أسلوب دفاعي يبحث على فريق يدافع بأحد عشر لاعبا وينتظر هدفا هل أحد فينا الآن يذكر هذا الكلام بالعكس لو ذكرنا هذا الكلام جمهور تشيلسي تأتي لك وتقول لا أنت غلطان نحن العرب بنا كرة جميلة هل نحن نعرف كيف حقق بايرونيخ بطولات السمعينات رغم أنه كان أقوى فريق أحد أقوى الفرق بتاريخ كرتب قدم لا أحد يعرف هذا الكلام الألقاب هي التي تجعل الجميع يبدو أقوي تخيل فريق جوارديولا كله مع برشلون لم يحرز سداسية وأحرز بطول الدوري ولم يحرز الأبطال لا أحد سيينباهر به رغم أنه مبهر في الملعب اسمح لي أن أتوقف مع فاصل قصير مشاهدين هاشتاغ سبورت بعد الفاصل أرجو أن تبقوا معنا أهلا بكم من جديد هاشتاغ سبورت أرحب أيضا بمستمع إذاعتنا على راديو الآن أفم رغم فوزه بثلاثة أهداف لهدف واحد في مباراة الذهاب إلا أن ريال مدريد سيخوض موقعة صعبة للغاية أمام مضيفه باريس جيرمان الفرنسي في إياب دور 16 لدور أبطال أوروبا نشر صحيفة سبورت الكتالونية تقريرا عن خطة زيردين زيدان مدرب ريال مدريد أمام الفريق الباريسي وأوضحت أن زيدان قد يلجأ إلى CIA في تلك المباراة مضيحة أن هذا الاختصار يفسر إلى كريستيانو رونالدو وإسكو وأسينسيو محمد أهلا بك معنا من جديد ما رأيك بهذا التقرير؟ هل فعلا البي بي سيجلسون على الاحتياط وسهل عم بالسي آي اي؟ لا أستبعد جلوس بنزيمة على الاحتياط لا أستبعد أبدا بنزيمة عطاءه وكثافة لعبه قليلة جدا الآن هذا الموسم وفعليا أسوأ مواسمه على الإطلاق مع ريال مدريد رغم كل الانتقادات السابقة الجميع تمنى أن يعود بنزيمة الموسم الماضي وما قبل الماضي الذي كان الجميع ينتقده الآن كثافة لعبه 20-30 دقيقة تشعر به ثم يختفي تماما الأرض الملعب وفي الموراة المهمة أنت لا تحتاج هذا اللاعب أعتقد بأقلية زيدان التفكير بسيط جدا كلما امتلكت الكرة كلما مرت الدقائق وبالتالي أنا أتوقع أن أرى أكثر عدد من اللاعبين بيقدروا يلعبوا على الكرة إسكو رغم بعض الانتقادات لتبطئوا اللعب وربما بعض الناس لا يلعب ممتاز جدا على الكرة ممتاز صعب جدا تفتكمل إسكو الكرة إذا لم يكن مطالب بنقل الكرة هجوميا لكنهم يعني ينتقد من أجل هذا الموضوع نعم لأنهم يبحثون عن الفوز لكن أمام سنجيرما لا يبحثون عن الفوز يبحثون عن انتهاء الوقت وبالتالي إسكو في هذه المباريات ممتاز جدا إسكو لاعب حيمشير لكل وقت أنت أطلب منه ما يخسرش الكرة فقط لا تطلب منه أن يوصل الكرة ويصنع حجمه وبالتالي إسكو على الكرة صعب جدا تفتكمل الكرة كلعب من أحسن اللاعبين في العالم بالوقوف على الكرة بالاحتفاظ بالكرة وبالتالي أعتقد هذا التفكير زيدان عودة توني كروسم ودرج اللي غير واضحة حتى الآن حتكون إضافة كبيرة لإله ومعناها نزل اتنين بيعرفوا يمسكوا مباراة يقتلوا اللقاء ميزت المباراة بالنسبة له تخلص من نايمار تخلص من نايمار شيء مهم الأفكار في جبهة واحدة بتخوف اللي هي جبهة إمبابي جبهة ديمارية صح سيكون خطير لكن على الأقل ليس نايمار يعني منذ أي مراوغات يعني اللاعب بالنهاية يوم ممتاز يوم سيء المشكلة بأن نايمار لو كان ممتاز ينهي المباراة لوحده ديمارية حتى لو كان ممتاز يحتاج من يساعده لينهي المباراة إذن رياما دريد لن أستغرب وجود إسكو لن أستغرب وجود أسينسيو مع أني أعتقد أن أسينسيو بعقلية زيدان فكرة هجومية وبالتالي ممكن نشوف واحد ثاني غيره بس لكن إسكو بميل كثيرا ممكن نبدأ اللقاء نعم رونالدو يعود متعطشا لتسجيل الأهداف من جديد بعد بداية موسم صعبة جدا مر بها هل سيسجل في هذا اللقاء؟ رونالدو يشكل 60% من قوة ريال مدريد الهجومية بدور الأبطال عودته جاءت بالتوقيت المناسب يعني بدون ريال مدريد خسر الدوري خرج من الكأس وحالما عاد رونالدو ريال مدريد هزم سان جيرمان وبالتالي هذا الفرق بين وجود رونالدو وعدم رونالدو حتى المبرارة اللي غابة بالدوري خسرها هدف واحد يكفي من رونالدو بهذا اللقاء هدف واحد لكن بفتسفة ريال مدريد في هذا اللقاء بعقلية زيدان لو نرجع نشوفها من أول مجال ريال مدريد هو فعليا لن يفكر بالهدف مشكلة زيدان دائما يفكر بعدم تلقي الهدف وبالتالي سيحاول أن يدافع كثيرا سيطلب من رونالدو أن يلعب متفرغا بالأمام فقط ليبقي قلبين دفاع سان جيرمان معه وسيبحث عن أي هدف يأتي بمتأخرا لكن سيحاول تماما أن يمشي اللقاء تعادل سلبي وأعتقد لن يكون لديه مشكلة زيدان أن يدافع بشكل أسوأ بما يدافع موريني بما أننا نتقده لأن هذا الورانيال لما تكون معا نتيجة جيدة يحاول يحافظ عليها المشكلة الوحيدة التي عندي مع ريال مدريد أنه خارج مرعبه في أوروبا يتلقى مشاكل مبكرة وبنفس الوقت هذا الموسم بشغط الثاني هو سيئ في الموسم الماضي لكنه كان يعود قوي الآن ريال مدريد لا يعود إذا ذهب لا يعود أبدا رأيناه مع برشلونة رأيناه بكل الفرق ما عادة مباراة سان جيرون بدور الأبطال كانت حالة خاصة لكنه لا يعود وهذا الشيء مخيف جدا على ريال مدريد أنه إذا تلقى هدف الشوط الأول ولعب الشوط الأول سيئ وثم كرر الشوط الثاني سيئ وبالتالي 3-1 ليس نتيجة كبيرة 3-1 هي فعليا بكورة القدم هدف وربع لأنه هدفين يخرجوك وبالتالي هي ليست حتى 2-0 يعني 2-0 أفضل بكثير من 3-1 والنتيجة الصعبة جدا على ريال مدريد بقدر ما هي على سان جيرون لكن بالتأكيد هو ريال مدريد سيلعب من أجل تسجيل الأهداف خاصة في حال ضغط باريس سان جيرون على مرمى ريال مدريد سيفتح الهجمات المرتدة للريال صحيح لكن الريال سيئ جدا بالمرتدة هذا الموسم كم هدف سان جيرون المرتدات ريال فقد لا أحرف ماذا جرى صراحة الريال فقد تقريبا كل أسلحته طبعا الدكة فرغت اللاعبين كثير منهم فقدوا مستواهم حتى كاسيميرو فقد أهميته اسكو فقد مستواه رونالدو غاب كثيرا وعاد الآن بنزيمة تماما خارج التغطية حتى كروسو ومودرتش يقدم مباراة ممتازة ويخطف مباراة ثانية جميع اللاعبين قلوب الدفاع انظروا للمستوى راموسو فاران سيء أسوأ بكثير من موسم ماضي انظروا للمستوى نافاس أسوأ بمستوى الموسم ماضي هناك شيء خلص أنا أعتقد هي مسألة الإشباع فريق ختم كرت القدم بالموسم الماضي بالنظرية دور الأبطال الاثناش وأول فريق يحضر التاريخ على دور الأبطال هذا كل شيء كله أعتقد جعل المعسكر الصيفي في ريال مدريد أقرب لإحتفال من استعداد وبالتالي كل الأسلحة فقدت حتى الهجمات المرتدلة لا أعتقد أن ريهان صحيح أنا لا أستغرب أن أشوف ريال مدريد يدافع 90 دقيقة بهذا الإقام نتحول إلى الدوري الإيطالي إذ تعيش الكرة الإيطالية فترة صعبة مع عودة البطولات الأوروبية من جديد بعد شهرين من التوقف بعدما حققت نتائج متواضعة في بطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي أوقعت قرعة الدور الستة عشر من الدوري الأوروبي فريق ميلا الإيطالي في مواجهة أرسنال الإنجليزي في قمة نارية في حين يصطدم دينامو كييفا الأوكراني بلاتسيو الإيطالي بينما يسعى اليوفي إلى تحقيق المفاجأة والتأهل على حساب توتنهام في دوري أبطال أوروبا محمد قاتوزو هل هو رجل المرحلة للميلا وما فرصه أمام الأرسنال حتى الآن هو الرجل المعجزة للميلا عندما جاء لم يكن أحد يتوقع منه شيء وحتى كان نوع من السخرية أنه قاتوزو كلاعب كرة قدم لم يكن اللاعب الذكي كان اللاعب المقاتل وبالتالي دائما بعقليتنا أن المدرب يجب أن يكون إنسانا ذكيا لكن يبدو له نسخة من سيميوني سيميوني كان يلعب بنفس الروح بنفس القتالية وعاد وجاء بفكرة تدريبية ممتازة ويقدم كرة قدم جيدة ونفس الشيء حصل مع قاتوزو أعاد الروح لميلا أعاد التنظيم لميلا أعطى لجميع شعور بالأهمية والمسؤولية من اللاعبين وبالتالي أعادوا لهم نتيجة إذن لا تنسوا نجح في المرحلة الأولى الآن المرحلة الثانية المشكلة الآن دائما بسلسلة النتائج الجيدة هي عندما تأتي نتيجة سيئة مباراة أرسنال ليست سهلة بالرغم من أن أرسنال وضعه سيء جدا في الدور الإنجليزي لكن يجب أن ننتبه أنه الدور الإنجليزي مقارنة بالدور الإيطالي وبالتالي دور الإنجليزي أقوي كثير من الدور الإيطالي كمستوى وأرسنال لم يبقى له شيء أصلا يلعب له الآن إلا الدور الأوروبي هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن ينقض موسم كل اللاعبين فارق اللاعبين أكيد يمين لصالح أرسنال فارق الخبرة يمين لصالح أرسنال حتى فارق خبرة المدربين رغم أن فينجر يعيش في فترة سيئة تكلم عن مدرب بعمل خبرته قليلة مقابل مدرب مخضرم جدا والمباراة صعبة لكن ميلا لديه فرصة جيدة لأن هذا الأرسنال ضعيف شخصيا نابولي متصدر الدوري المحلي لم نره بهذا الموقع مؤقتا لم نره بهذا الموقع عن ناحية الأوروبية لماذا؟ ما حدث مع نابولي صراحة نوع من الفلسفة الإيطالية الرومانسية الزائد عن الحال الفريق استغنى عن كل شيء استغنى عن الكأس من أجل أن يفوز بالدوري واستغنى عن الدور الأوروبي من أجل أن يفوز بالدوري واستغنى من الدور الأوروبي من أجل أن يفوز بالدوري ويوم أمس خسر من روما وبالتالي سيخسر الدول وهذه المغامرة المشكلة الرئيسية التي ربما لا يدركها ساري أنا عرار يوفنتوس مثلا يوفنتوس استفاد جدا من لعب مبارات الكأس قبل مبارات لاتيو أعد بعض اللاعبين الاحتياطين لعبوا أساسيين أمام لاتيو وبالتالي تقليل عدد مبارات اللاعبين عمره ما كان من الصالح اللاعبين دائما ضد اللاعبين دائما ضد المدرب أنت كيف تعرف عيوب خطتك كيف تعرف عيوب أفكارك كلما لعبت أكثر التدريب الشيء في كرة القدم والملعب شيء آخر وبالتالي عندما تتكلم عن اللاعب محتلف له عشر سنوات في أوروبا التجربة الصغيرة تريدك التفاصيل أنه نعم هناك عيب بالعرضيات هناك عيب بكامل هنا تعرفها أما عندما تركز بالدور الإيطالي فقد مباراة كل أسبوع ستأتيك هذه الحالة وهي فجأة الفريق يخسر مباراة وتكتشف عيوبك في وقت وقد فات الوقت ما حدث معنا بولي لا أعتبره قرار صحيح منطقيا لو كانوا يريدون أن ينافسوا على كل الجبهات كان أفضل أن يجلبوا لاعب إضافي بالصيف ولن يكلفهم كثيرا لمقابل الأموال اللي خسروها خسروا أموال خسروا هيبة وإن خسروا الدوري هذا الموسم ستكون كارثة يعني أنت ضحيت بكل شيء من أجل لا شيء وأعتقد كل الثقة بالسهري ومشروعنا بولي ستنهات وسنرى بعض اللاعبين يرحلون لأنه انتهى فرص اليوفي أمام توتنهام في دور الأبطال توتنهام أقد متجة إيجابية جدا تقدم على يوفنتوس بشكل ممتاز شفنا بعد ربع ساعة سيطر تماما كأنه يلعب بلندن هذا الشيء يحسب له فرض أسلوبه لديه نتيجة إيجابية يعني لعب في ملعب وإذن أكيد الكفة نظريا تميل لتتنهم لكن في شيء ربما يشجعني على مسألة يوفنتوس في هذا الموضوع يوفنتوس لعب مع دورتمند ذهابا أمام كلوب 2-1 بصعوبة جدا بالإياب 3-0 مع بايرل معاناة مطلقة في الإياب فعليا في شوط الأول كان بإمكان إنهاء اللقاء ولو لا ندخل بمسألة التحكيم لكن أريد أن ندخل أيضا أنها وقفت بالأخير على أن إيفرا يخرج كرة بشكل صحيح وتنتهي الأمور ويخرج جوارديولا مع بايرل مينيك وبالتالي في شيء ملاحظ جدا أليجري عندما يلعب مع فرق المنظومات ذهابا دائما يصدمه إيابا دائما يهزمهم هذا الرهان الوحيد الذي ربما يراهن علينا اليوفنتوس مع أليجري في هذه الفرق حتى مع لاتسيو أصبحت المسألة بالنسبة له ببراعة عادية دائما الفرق الذين يلعبون منظومات اللي قدم مدرب تكتيكي ممتاز يحلل هذه التفاصيل ودائما يعود بنتائج جيدة معهم ربما هذا مبعث التفاؤل الوحيد للاعبين يوفنتوس وجمهور يوفنتوس أن مدربهم يعرف يحلل المنظومات لكن بالتأكيد توتنهم يملك لعبين ممتازين يملك ملعب ممتاز الآن ويلعب أداء هجومي قوي ومرعب صراحة ونظريا الكفة تميل له اسمح لي أن نتوقف مع فاصل مشاهدين فاصل قصير ونواصل هاشتاك سبورت أرجو أن تبقوا معنا هاشتاك سبورت أهلا بكم من جديد أرحب أيضا بمستمع إذاعتنا على راديو الآن أف ام وضعت صحيفة ديلي ميل البريطانية قائمة تتكون من ستة لاعبين اعتبرتهم من أقوى المرشحي لنيل جائزة العام التي تمنح لأفضل لاعب في الدور الإنجليزية الممتاز وبحسب الصحيفة فإن المهاجم المصري محمد صلاح هداف نادي الليفر بول يتمتع بحضوظ وافرة للظفر بالجائزة ليكون ثاني لاعب عربي ينالها بعد أن نالها من قبل الجزائري رياض محرز في عام 2016 نظير قيادته لفريقه لستر سيتي للتتويج ببطولة الدوري الممتاز أرحب من جديد بالإعلام الرياضي محمد عواد محمد صلاح يقدم مستوى كبير جدا في ليفر بول كان انتقاله في مصلحته من روما هل لديه الفرصة بالفعل لنيل الجائزة؟ بالتأكيد لأنه بالنهاية عدد أهدافه كبير جدا الإعلام يركز عليه جيدا وأداءه ممتاز جدا المسألة كلها تتكامل ما بين أداء وأهداف وإعلام الآن هو يلعب مع ليفر بول وبالتالي لديه دائما دعم إعلامي إضافي مقابل لعب يلعب مع توتنهم أو ماتشستر سيتي وهذا الشيء يحسب له لكن أعتقد في ثقافة الدوري الإنجليزي من يفوز بجائسة الأفضل بالعادة من يفوز بدوري ببساطة دي بروين ذهب لحظ الدوري اللاعب ساهم وسجل وصنع وبالتالي له دور مهم وبالتالي ليس أن أن نحب صلاح يجب أن نقلل الآخرين الآخرين يقومون بعمل كبير جدا هاريكين يقوم بعمل عظيم جدا لا يقل عظمة عما يقوم به صلاح نعم هو رأس حربة لكنه أهم شيء بتوتنهم يعني هو مركز التكتيك ومركز الأهداف ومركز كل شيء ونفس الشيء دي بروين هو عقل إغوارديولا في الملعب ومن دون دي بروين في الملعب إغوارديولا يعني أفكاره تصبح أقل فعالية أقل سرعة صلاح يستحق الأفضل دي بروين يستحق الأفضل هاريكين يستحق الأفضل بلا استثناء اللاعبين يقدموا الموسم رائع جدا أعتقد بالنهاية حسب التصويت وبعض التسريبات بدأت تطلع من بعض القادة الفرق ستتميل الكفة بالنهاية إلى الذي يهوز بالدوري اللي هو كيبين دي بروين دائما الألقاب لها أثر كبير جدا على تصويت نعم لاعبي تشلسي ربما خارج المنافسة هازارد هل يمكن أن تشمله في هذا صراحة لا الجميع هبط مرة واحدة ربما من أكثر الملاحظات عندي على هازار دائما أنه عندما ينهار الفريق لا تجد هازار يقاتل أساسا تجده تماما مثلهم قلص يعني امتهى الموسم حصل هذا الموضوع أكثر من مرة معه حصل مع مورينيو في عكس هذا الشيء الذي ترى عند رونالدو وميسي رونالدو بعز قتاليته أمام مورينيو ومشاكله مع مورينيو في موسم الثالث كان يقاتل لريام مدين ميسي مستحيل حتى لعندما كان يكون راضيا عن إنريكي أو أي مدرب جاء كان ميسي يحسن المباريات هذا الفارق بينهم الاثنين وبين هازار هازار لديه مشكلة تشعر إذا شعر أن الفريق سقط يسقط معهم وبالتالي لا يستحق أي لعب من تشيلسي صراحة عن وجود بالقائمة النهائية ما الذي حصل بين مورينيو وبوبا؟ مورينيو دائما لديه مشكلة مع الأنا العالية يعني هو يلمح بكل تصريح تماما عن أي لعب يرى أنه متواضع وغير مغرور وقدامه على الأرض وهذا الكلام مواضح جدا أن مورينيو لديه مشكلة مع تدخل بوغبا أو نعمل أنه شعر أن بوغبا يحاول أن يأقض حجما أكبر من الذي يجب أن يكون له في أرض الملعب وبالتدريب وبالخطط وبهذا الأمور وهذا الشيء يستفز مورينيو جدا كانت له أيضا من تصريحات سابقة حتى أمام كريستيان رونالدو عندما جاء لريال مدريد رونالدو اعترض على أسلوب مورينيو الدفاعي فقال له نحن ندافع عشانك أنت لا ترجع الدافع فنحن ندافع عشانك فببساطة فرونال مورينيو لا يحب من يتدخل بعمله وأعتقد أن بوغبا شعر بالأهمية العملية استقبال بوغبا أن البطل عاد والملك عاد الذي يحملنا الفريق من جديد أعطته أهمية بوغبا شخصيته قوية وبالتالي أعتقد ما جرى هنا المشكلة بوغبا لا تتدخل مورينيو لا يحب من لديه أنا عالية حاولوا كسر بعضهم والاثنين عندهم غرور عالي اصطدموا لكن حل لصالح الطرفين أنهم يمشوا بمركب واحد وإلا سيغرق الاثنين لأنه لا بوغبا أعطى حتى الآن كما هو متوقع باستمراريا نعم قدم مبارك ممتاز لكن لم يقدم استمراريا مطلوبة من بطل لمورينيو يحقق حتى الآن الحلم أو الإنجازات المطلوبة منه بعد خلافة أريكس بريكسون بيستحق البقاء فترة طويلة المصلحة بأن يصلحوا الحال يعني فيه بينهم الإعلامي الرياضي محمد عواد الأسبوع مشاهدين وصلنا لنهاية حلقة اليوم من هاشتاك سبورت موعدنا يتجدد في ذات الموعد الأسبوع المقبل حتى ذلك الحين هذه تحية معدة البرنامج مهند حزين وفريق العمل شكرا لكم وإلى اللقاء